السلام عليكم أنا متأكد بالليش حلم لوحد داز ولا باقي يدوز من هاد المرحلة ديالك تقرأ الباك بنقطة خيبة في الجيهاوي النقطة اللي كتخلك تعاني في النجاح ديال باك ديالك كيف خلتني نعاني حتى انا وكيف تقلت في الفيديوهات اللي قبل هاد النقطة اللي خلتني نعيش اول سقوط ديالي في المسيرة ديالي الدراسية صراحة النقطة الخمسة فصلة خمسة وثمانين في الجيهاوي كافية انها تحرمك من هاد الباك ولا تنيس اصلا بشقرة المو يفيد الفيديو غادي نحاول نبرتجي معاك الحوايج اللي درت ولي اللي نفعوني باش ننجح في الباك رغم هاد النقطة الخيبة اللي كانت عندي اللي ما كانت تقدر تعاوني حتى باش نجيب السيد راكي وهذا الشي مشي غير الناس اللي عندهم الجيهاوي طايح وإنما حتى الناس اللي بغين يجيبون نقطة مزيانة في الباك ويديرولي زيكل اللي هما كيتمنوا ومشي دك الشي اللي نفروض عليهم فحل لفاك ولا لوفي بيت باش نبداو اول حاجة غادي نركز عليها واللي كنسطر عليها بسيله حمر هو انك تركز عليك قيع المواد اللي عندهم الكويفيسيون طالع حل ماط الفيزيك الاس فيتي لك انت يعولهم المهم على حسب الشعبة اللي انت دير هاد المواد غادي نخصك تطحنهم وخاما عندك شمعهم وخاك جيوك صعاب وخاماك يدوزوش لك حتى ما احدك اختاريش يديك الشعبة هادوك المواد هما اللي عندهم الاولوية باش يكون عندك معهم يعني خاصك تجيب فيهم مزيان باش ممكن غادي تدير بروغرام لكل واحد فيهم زاروا غياب 100% كونسطراسيو وخدم المتحانات كيف ممكن المهم هاد المواد بغيتك تركز عليهم ما امكان قبل من اي حاجة اخر تاني حاجة درت ولي انفعتني بزاف هو انني في البريود دياليز اكزام حييت لغيزو سوسيو كاملي خليت فقط الواتساب باش نتواصل مع الناس اللي قرابلية وخليت يوتيوب وخف البريود دياليز بق nei الفان وابعطاش وخليت في هذا الق Teichths رأني ربح. ومنه كانت تهيض الحواوج الذي يلهيه مع مستوى الـ ohnsystuit. وما كانت يبقى لأنك يحوان على هذا الشيء الذي يراجع على ذلك بأسهم الذي تتعلم عنده وكانت تهيض حتى هو يتقل أن تهيض عنه. لأنه كانت تتعلم بما يتقري بالخير وما يقول المشاهدة في المؤمنين وماكانه السيء الذي يتضعه وماكانه الذهاب عنه. ويستطيع ان يكون خضر هيجيب أن تقول لك بشكل الزلح على الخلف. ثالث حاجة بقديمة مع الناس الذين يقرؤون معك وخصوصا هذوك الذين يقرؤون جيدا حيث أصلا لما يقرؤون جيدا يجب أن تكون دائجة حياتك وخدت عزل بوحدك سيمانة ولا جوج دائما تدير وقيت راجع مع أصحابك واحدة ساعة ولا ساعتين سيقول لي علاش بحكم أنك كنت معزل سيمانة ولا جوج ولا حتى ثلاثة تقدر تكون أنك لم تراجعت شي حويج أو لم تجد الفرصة أنك تراجعهم نسيتهم مثلا فهذه القليسة تجعلك أنك تعرف من عندهم وتنوطيهم لكي تراجعهم من بعد حتى تحامل مرة تتوصل لأمتيحان تجد شي حاجة تحطات أنت مع مرمجاتك الفرصة أنك تراجعها ولا تشوفها تقدر تكون ما كنتيش انتقع عارفة غدي تتحط فأخونت خلال بقيدوك تبادلوا المعلومات في بيناتكم قبل الامتيحان تقدر أنك تعرف المعلومة على أنك لم تتعرفها جدا وبطبيعة الحال تنتخسك بارتاجة معهم الحويج اللي انت عرفتي يقدروا يكونوا حتى هما ما شافوهم رابح حاجة مني قلت لك أنك تركز على المواد اللي فيهم الكويفيسيون طالعة ما يعنيش أنك تقنع المواد اللي بقا فإلاك أنت من الناس اللي عندهم جي هاوي طايح ولا قاعد بغي تجيب نقطة مزيانة في الباك فأره انت 0.25 ركا محتاجة حتى المواد الآخرين ما تنساهمش دير ليهم بروغرام ديالهم حتى هما وراجعهم ونصيحة أعطيها لك ما خصك حقار حتى مادة كيف مما كانت حيث تحام واحد سقط غير على 0.01 خامس حاجة واللي حتى هي نقطة مهمة وشحام الواحد غافل عليها هي أنك تعرف كيف تقسم الانيرجي ديالك على المواد في المراجعة ديالك ديما ديما أنا كنقولها وكنعودها ديما المواد اللي كتخدم فيهم راسك بزاف وقدر فيهم افور كبير باش تراجعهم سبقهم هما اللي أولين في النهار والمواد العاديين اللي كتدر فيهم افور قل ديرهم من بعد الانيرجي اللي كتكون عندك في النهار كامل خصك ضروري تعرف كيف تقسمها بين المواد سينو غدي تخرج بغيزولتها نيغاتيف تحمل راكت القاراس كتدير افور كبير في شي مادة ومني كتبغي تراجع شي مادة أخرى كتل قاراسك ما قادر تدخل تشي معلومة زايدة حتى يلقع وصلتي لهذه اللي طوامة بقتي قادر تدخل تشي معلومة أحسن حاجة غدي تقدر تدير هي أنك تمشي تنعس دغية غدي تريكو بيري وغدي يرجع عندك حتى لونفي باش ترجع تقرأ ومستوى التركيز ديلك غدي تزاد الناس مهم في بريود دي المراجعة مهم بالزاد سادس حاجة مثلا كنت في المتحان وبقولك واحد جوج دي الأسئلة ما عرفتيش لهم طوطال ديالهم مثلا واحد ثلاثة النوقات الغلط الواحد اللي غدي تدير في حياتك هو أنك تخليهم وتقول أنا ما محتاجهم لا 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 ما خصك تخلي حتى سؤال خاوي كيف مكان سوى في المواد العلمية ولا الأدبية قرر السؤال مرة الأولى والثانية والثالثة بطبيعة الحال حتى تكون ساريتي الأسئلة الأخرين باش ميضعش لك الوقت وجاوب عليها سيدي غير بالمنطقة اللي جبتيها مزيانة قدرت يتدبر عليه من عندك واحد حدا كراها مزيانة ما قدرتش غاب برمراسك دير في حالي لعطوا كدس سؤال وقالوا لك أعطينا الرأي ديالك نشوفه واش صحح واش صحح المهم عمر والديهم ذوك الأسئلة لبق ميزة السابحة واللي هي الأخرى حاول ما أمكن أنك لا تقراش باللي وخي يقول لك شي واحد اللي قرر بالليل يكون الكلم والناس يكونون نعسين أراهك تكرفص غير فراسك شوف أنا طول حياتي وعندي ماستر دابة ما عمرني ما راجعت باللي جارة كنت من ديما رافض هاد الفكرة وديما عندي ذاك المنطقة لأنني كل ما نعسش مزيان كل ما غدي نقدر نراجع مزيان وخبعد المرات كيكونوا عندي ديال الهبال وما كنكون موجد لهم ما كان راجعش باللي والكلم لك أنت تقلب عليه فراه أنت تديره الراسك ستأزوله في البلاصة التي فيها الكان وسيكون الانرجي ديالك طالعة ونعسم زيان حسن أنك تكون تراجع بالليل وكتكرفص في الصحة ديالك وأنا سأقول لك علش الليل تدير باش نعس فيه وهي الفطرة الوحيدة الليل جسم ديالك يقدر يدخل في النوم العامق لا يمكنك نعس في شي فطرة في النهار ديالك ودخل في واحد النوم عامق في حل كيف تنعس بالليل تحمل الواحد يكون مولف يراجع بالليل يقول لك أنا نرتاح نراجع بالليل ومن بعد ينوضي ناس وهذاك الكومول ديالنعاس يبقى يتجمع نهار بعد نهار ومن يجي نهار ديال المتيحان يخصوه ينوض بكري الكور ديالك ما مولفش ينعس في ذاك الوقت اللي بغيت نعس فيها باش نوضي المتيحان فهنا بالضبط تخرب أقليك النعاس ديالك وهانت حافظ كل شي وما راجع مزيان ولكن الكنسانتراسيون مكينة وفي وقت المتيحان الكنسانتراسيون كتكون محتاجها كتر من المعلومة وهذه عن تجربة شحال من جاوب كتقدر تجاوب عليه غير حتى عندك الكنسانتراسيون طالعة وقريتي السؤال مزيان بلكن خلاك انتي مسترسيون مؤثر عليك النعاس ديالك الجامعة تكون عندك الكنسانتراسيون الكافية باش تجاوب على ذلك الأسئلة مهمة الشيء الذي ينفضل الفيديو الله يسهل على أي واحد عنده الموحد الجيهاوي ولا الباك والذي يجب أن تعرف هذا المتيحان الكبير الذي لدينا هو الحياة وهذا ما الذي ندوزه حاليا أما هذه المتيحانات في القرية فهم غير متيحانات صغيورين باش تقدر تحقق واحد الحاجة التي تبغيها في الدنيا ومنه يقول لك صغيورين يعني لا يحتاجون هذه الخلعة والسطريس كامل الذي يأتي في المتيحان وكل بسبب السطريس والخلعة يتلف كل شيء الذي يحافظ وهذا بسبب ايش؟ بسبب متيحان صغيور ستدوزه في الدنيا وستدوز الحاجة وكون متأكد أنهم تابعينك متيحانات كبار من البعض اللي يتطلبون منك رزانة كتر وكون على يقين أنك إلا درتي اللي عليك وراجعتي مزيان أهم حاجة تكون نقصك في نهار المتيحان هي التقيق في رأسك ديما أقول أنا راني مراجع وإن شاء الله سنجاوب على كل شيء وما كلا لنسترسي أصلا هذا رحكي بقى غير متيحان حاول بقى تعاود هذا ربوزيتيف في رأسك وأقسم بالله ستدوز المتيحان بخير فأنتمنى لك التوفيق لا تسترسيش نطلقوا إن شاء الله في فيديو جدي